موسيقى كأولا تعرف أنه يعني ما عندي حلال ولا عندي مواشئ اللي هي موجودة عندي بس أنا اللي لاحظت هنا يعني بالصدفة مرأت وشفت هنا تجمهر عند الناس اللي بعرفهم معارفها صاحبين الحلال وفترة هذي فترة الربيع اللي الكل صاحبين المواشئ بنتظروها فلاحظت أنه في تواجد كثير من الناس وبرضو لاحظت أنه ما في من قبل الكارنتين بتعرف ما هو تسليك أو تسهيل أمور الناس بشكل مستعجل وقد ارتفعت الكثير من الأصوات خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الدولة بحق مربي الأغنام في النقاب التي تعتبر فرعا مهما من أفرع الاقتصاد المحلي وعلى مر عقود حاربت السلطات من خلال أذرعها المختلفة بما في ذلك ما يسمى دوريات الخضراء طابعة حياة البدو ووضعت العراقيلة في التنقل والحصول على تصريح تطعيم ونقل ومرعى وطالت هذه التضييقات أيضا حظائر الأغنام التي تم هدمها كما هو الحال مع هدم آلاف المباني العربية في الجنوب جئت عليهم الصبح ودي تسريح النقل المواشي وقفت على الباب ضربت على الشباك كامسكر فتحت الشباك شافتني قالت لي أنت بتستنى وقت كثير هنا أنت بتستنى وقت كثير هنا أنت قلت طلع المعلم تباحهم المنهيل تباحهم قال لهم وزارة الزراعة عقبت بالقول أن موظفي القسم البيطري في بئر السبع يعملون بجهد لمنح الخدمات للجمهور بصورة سريعة ومهنية وبسبب قيود الكورونا لا يوجد استقبال للجمهور ومن الممكن الحصول على كافة المستندات من خلال تعبئة استمارة أو بواسطة الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس ولكن المزارعين يقولون أن لا أحد يستجيب لتوجهاتهم عبر الهاتف وأنهم لا يملكون وسائط اتصال أخرى